اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل فعلا السياسات اللي بتتخذها الحكومة المالية فعلا بتحقق الاهداف المرغوبة في دوق الخطة الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة هنتكلم ازاي بقى بيتم اجراء او احكام الرقابة على الاموال الخاصة طبعا بالوحدات الحكومية الادارية داخل الدولة في ظل طبعا قانون المحاسبة الحكومية في جمهورية مصر العربية هنتعرف اين المقصود بالنظام المحاسبي الحكومي وهنتعرف على مقاومات النظام المحاسبي الحكومي كذلك ايضا هنتعرف على الكيفية اللي بنسجل بها بعض الاحداث المالية والعملات المالية داخل الدفاتر المحاسبية داخل النظام المحاسبي الحكومي في جمهورية مصر العربية زي ما وضحنا عزيزي الطلاب ان النظام المحاسبي الحكومي يختلف من دولة لدولة واحنا طبعا بيربطنا القانون 127 لسنة 1981 وهو قانون المحاسبة الحكومية في جمهورية مصر العربية تعالوا نتعرف مع بعض اين المقصود بالنظام المحاسبي الحكومي لكن ناخد بالنا ان احنا هنركز على اجزاء عملية هنركز على الكيفية اللي بنسجل بيها خلال دراستنا طبعا للباب الخاص بالنظام المحاسبي الحكومي على الكيفية اللي بنسجل بيها العمليات داخل دفتر حساب الشيكات 56 انحا كذلك ميزان المراجعة اليومي او دفتر الحزبة اليومية 69 انحا وسجل حصر طلبات الصرف الواردة 55 انحا وايضا سجل الارتباطات 291 و292 انحا واخد بالي عزيزي الطلاب ان كلمة انحا معناها ايه؟ عمومي حسابات او حسابات عامة يبقى عين حهدي عبارة عن اختصار لعمومي حسابات او حسابات عامة وطبعا هنتكلم بقى عن مقاومات ايه؟ المقاومات النظام المحاسبي الحكومي هنعرف ان النظام المحاسبي الحكومي دوت بيكاوم من مجموعة من العناصر والاساليب الفنية اللي بيتم من خلالها او بيتم من خلال استخدامها تجميع وتبويب ايه؟ البيانات وتسجيلها في الدفاتر بأدب طبعا احكام الرقابة على الاموال الخاصة بالجهات الحكومية الادارية وتقييم الاداء تعالوا نعرف مع بعض الاول ايه المقصوب بالنظام المحاسبي الحكومي؟ طبعا النظام المحاسبي الحكومي هو مجموعة من العناصر زي ما اوضحنا والاساليب الفنية المستخدمة في تجميع وتبويب وتلخيص البيانات المالية المتعلقة بانشطة الوحدات الادارية الحكومية وعرض وتحليل البيانات لاغراض التقطيط والرقابة وتقييم الاداء انا عندي تعريف مهم للنظام المحاسبي الحكومي ممكن يجيلي سؤال على تعريف النظام المحاسبي الحكومي واللي عرف النظام المحاسبي الحكومي طب ايه المقصوب بالنظام المحاسبي الحكومي؟ هو عبارة عن مجموعة من العناصر والأساليب الفنية المستخدمة في تجميع وتبويب وتلخيص البيانات المالية المتعلقة بأنشطة الوحدات الإدارية الحكومية وعرض وتحليل البيانات لأغراض التخطيط والرقابة وتقييم الأداء هولو تاني التعريف شان ده تعريفهم مع الزيال الطلاب وناخد بالنا ايه يا مجموعة العناصر والأساليب الفنية المستخدمة طبعا ده عبارة عن ايه مجموعة مستندية ومجموعة دفترية وفي قواعد ولوائح بتنظم العمل او الكيفية اللي هنجمع بها بقى البيانات ونبوابها وننخصها ونسجل هذه البيانات داخل الدفاتر المحاسبية يبقى عنده على طول النظام المحاسبي هو مجموعة من العناصر والأساليب الفنية المستخدمة في تجميع وتبويب وتلخيص البيانات المالية المتعلقة بأنشطة الوحدات الإدارية الحكومية وعرض وتحليل البيانات لأغراض التخطيط والرقابة وتقييم الأداء تمام تعالوا نشوف بقى مع بعض ايه هي العناصر الاساسية لمقومات النظام المحاسبي الحكومي او ايه هي مقومات النظام المحاسبي الحكومي خب بالك ان انا هكلمك على العناصر الاساسية للمقومات لان طبعا لما نجي نتكلم عن مقومات النظام المحاسبي الحكومي هنلاقي بيتكون من مجموعتين رئيسيتين مجموعة مستندية ومجموعة دفترية وتحت كل مجموعة من المجموعة دي فرعية يعني مثلا عندي المجموعة المستندية بتضم تلات أنواع من المستندات ايه المستندات اللي هتستخدم في النظام المحسابي الحكومي؟ يبقى ده أول عنصر من عناصر أو أول مقوم من مقاومات النظام المحسابي الحكومي وهو المجموعة المستندية أنا عندي تلات أنواع أو ممكن أبوب أو أصنف المستندات اللي بتستخدم في النظام المحسابي الحكومي لتلات مجموعات مختلفة ثلاث مجموعات مختلفة عند مستندات للصرف ومستندات للتحصيد ومستندات للشراء والتخزين على سبيل المثال مستندات الصرف زي الاستمارة 132 عنحة ودي خاصة بصرف مرتبات الموظفين والعاملين في الوحدات الحكومية الإدارية فيه كمان استمارة 132 مقرر عنحة ودي خاصة بصرف مرتب موظف ايه موظف واحد يبقى ده شكت من اشكال مستندات الايه مستندات الصرف عند كذلك مستندات التحصيل من ضمنها طبعا قصيمة التحصيل النغدي 33 عنحة اما مستندات الشراء والتخزين عند استمارة ايه ازون اضافة للمخازن اللي هو 112 عنحة واحنا اوضحنا اعزائي الطلاب ان عنحة معناها عمومي حسابات طبعا انا مش جايب لك الايه مش جايب لك التفصيل بتاعت المستندات المستندات الكتيرة ومتعددة ومطلوب منك طبعا انت تقرأها جيدا وتعرف استخدامات كل مستندات من هذه المستندات وهل هو مستند صرف وهل هو مستند تخصيل وهل هو مستند من مستندات الشراء والتخزين وده طبعا انا احاول ان شاء الله في الحلقات القادمة باسن الله مع بعض كده نجيب بعض الاسئلة اللي بتيجي على الاجزاء النظرية الخاصة بالنظام المحصف الحكومي لك احنا عايزين نتعرف على العناصر السية للنظام المحصف الحكومي وبعد كده ناخد الاجزاء العملية نتضرب على الكيفية اللي بنسجل بها العملية الداخل الدفتر مثلا المهم اللي هركز عليه في الحلقة اليوم هو دفتر هساب الشكات 56 انحاء اللي هو احد دفاتر طبعا الاستاذ يبقى انا اول مجموعة عندي من مقاومات النظام المحصف الحكومي هو المجموعة المستندية والمجموعة المستندية دي بتشمل ثلاث انواع مستندات الصرف مستندات التخصيل مستندات الشراء والتخزيل وحنا ضربنا امثلة على هذه المستندات قلنا مستندات الصرف زي الاستمارة 132 عنحة اللي بتستخدم في صرف ومرتبات الموظفين او الاستمارة 132 مقرر عنحة اللي بتستخدم في صرف مرتب موظف واحد وديتك مثال على مستندات التخصيل ومستندات الشراء والتخزيل وتقدر ترجع بقى للكتاب المدرسي وتفتح وتشوف ايه هي أنواع المستند دي اللي هنتضرب على أسئلة عليها إن شاء الله في الحلقات القادمة المجموعة الثانية عزيزي الطلاب وهي المجموعة الدفترية أنا عند النظام المحاسب الحكومي بيتكوى من مجموعتين مجموعة دفاتر اللي هي المجموعة المستندية بتضم ثلاث أنواع مستند الصرف مستندات التحصيل ومستندات الشراء والتخزين المجموعة الدفترية عندي ثلاث أنواع من الدفاتر مجموعة الدفاتر اليومية ودي طبعاً اللي هيكون منها دفتر حساب الشيكات 56 إنحة لا طبعاً ده مش دفتر ايه مش دفتر ايه يومية ده دفتر ايه أستاذ اللي هو الدفتر حساب الشيكات 56 إنحة ده أحد دفاتر الأستاذ لكن دفاتر اليومية عندنا بقى دفتر الصرفيات 224 إنحة ودفتر التسويات أو يومية التسويات اللي هو برضو أيضاً 224 إنحة يبقى مجموعة دفاتر اليومية دي مجموعة يسجل فيها العمليات والأحداث اليومية وطبعا قلنا بتشمل مجموعة من الدفاتر من أعموها طبعا دفتر حساب الصرفيات 224 ودفتر حساب التسويات اللي هو 224 أو ممكن نقول دفتر يومية الصرفيات 224 ودفتر يومية التسويات اللي هو 224 المجموعة الثانية هو مجموعة دفاتر الأستاذ وده من المناء زي ما قلنا دفتر حساب الشيكات 56 عنحة المجموعة الثالثة هو مجموعة الدفاتر والسجلات البيانية والإحصائية ودي طبعا فيه تلت دفاتر مؤمنين هنتكلم عليه ونتضرب على الكيفية اللي بنسجل بهم الأحداث داخل هذي الدفاتر اللي من ضمنه زي ما قلنا ميزان المراجعة اليومي أو بيسمى دفتر الحزبة اليومية 69 عنحة وسجل حصر طلبات الصرف الوريدة 55 عنحة وأيضا عندنا سجل اللي ارتبطات 291 و292 عنحة احنا عندنا أربع دفاتر مؤمنين هنتضرب عليهم في النظام المحصف الحكومي أو على الكيفية اللي بنسجل بهم الأحداث داخل هذي الدفاتر قلنا عندنا دفتر من دفاتر الأستاذ وهو دفتر حساب الشيكات 56 عنحة هنتعرف عليه دلوقتي ويكون محور اهتمامنا في حلقة اليوم لكن اخب بالي أنه واحد دفاتر دفاتر الأستاذ عندنا ثلاث دفاتر من الدفاتر السجلات البيانية والإحصائية هنتضرب عليهم عملي وبيجي عليهم أسئلة في الامتحان وهو زي ما وضحنا ميزان المراجعة اليومي أو دفتر الحزبة اليومية 69 عنحة وكذلك سجل حصر طلبات الصرف الوريدة 55 عنحة وسجل الارتباطات 291 و292 عنحة تعالوا نشوف مع بعض ايه هو بقى دفتر حساب الشيكات 56 عنحة وازاي نقدر نسجل الأحداث الخاصة بهذا الدفتر داخل الدفاتر عندنا طبعا دفتر حساب الشيكات 56 عنحة هو أحد دفاتر الأستاذ بأول خاصية له أنه هو أحد دفاتر الأستاذ طب بيخصص ليه دفتر حساب الشيكات ده؟ بيسجل فيه الشيكات الصادرة من الوحدة يعني إيه شيكات صادرة؟ احنا عارفين إن الشيك الصادر الوحدة الحكومية الإدارية بتسجلوا أو بتحرروا للغير بيصحب على الوحدة للغير أي مبالغ تصرف من الوحدة ممكن تصرف بشيك يعني لما نيجي نسدد مرتبات الموظفين ممكن نصرف لهم المرتبات بتاعتهم بشيك لما نيجي نسدد مرتبات أو مبالغ مستحق لأحد الموردين اللي بيورده سلعة معينة أو المقاولين اللي بيقوموا بأعمال معينة لليه إحدى الحكومية الإدارية ممكن نعمل إيه؟ نحرر لهم شيك الشيكات دي اسمها شيكات إيه؟ صادرة شيكات صادرة الشيكات دي تسجل فين؟ هتسجل في أحد دفاتر الإيه؟ الأستاذ وهو دفتر حساب الشيكات 56 عنحة يبقى دفتر حساب الشيكات 56 عنحة هو أحد دفاتر الأستاذ اللي بيثبت فيه أو بيسجل فيه الشيكات الصادرة يعني إيه الصادرة؟ يعني المسحوب على الوحدة الوحدة بتحررها للغير سداداً للمبالغ مستحق عليه سواء كان الغير بقى ده موظفين عندها فبتدفع لهم الأجور بشيك أو كانت طبعاً بتدفع لهم المتعاهدين مثلاً أو مقاولين بيكون لها مبالغ مستحقة عند الوحدة الحكومية فالوحدة الحكومية بتحرر لهم شيك بإيه؟ ومستحقته يبقى دفتر حساب الشيكات 56 عنحة هنسجل فيه الدفاتر هنسجل فيه الشيكات الصادرة من الوحدة أو المسحوب على الوحدة الحكومية طيب الشيكات الصادرة من الوحدة الحكومية بتكون مسحوبة عليه؟ بتكون مسحوبة على البنك المركزي يبقى الشيكات المسحوبة الصادرة من الوحدة الحكومية بتسحب على البنك المركزي بقى البنك اللي هيكون مسحوب عليه هو البنك المركزي طيب رصيد بقى الدفتر ده مش احنا قلنا دفتر أستاذ مش احنا قلنا ان دفتر حساب الشيكات 56 عنحة هذا هو دفتر أستاذ. هل هو دفتر أستاذ؟ له جانب مدين وله جانب دائن. سنرى نموذج دلوقتي للصفحة أو من صفحات دفتر حساب الشيكات 56 إنحاء هل يجد له جانب مدين وله جانب ماهي. له جانب منه وله جانب له. تمام يبقى لازم يكون له رصيد. الرصيد الخاص به دفتر حساب الشيكات 56 إنحاء هو عبارة عن الشيكات الصادرة ولا متصر. يعني كتبنا 4 شيكات مثلا وليكن لثلاث أشخاص مختلفين ألف وبيه وجيم ودال كل واحد فيهم خد الشيك الخاص به في البعض منهم راح صرف الشيك وجال إختار من البنك المركزي يفيد إن الشيك دي تصرف والبعض ما صرفوش طيب يبقى أنا الإختارات اللي هجيلي هسجل لي أيضا داخل دفتر هساب الشيكات 56 يبقى أنا بسجل الشيكات الصدرة في الجانب الدائم والذي يصرف من الشيكات الصدرة في الجانب الايه المدين الفرق بين الاتنين بين الجانب الدائم والجانب المدين هيكون عند على طول رصيد حساب الشيكات في التاريخ اللي أنا هحسب فيه الرصيد الخاص بحساب الشيكات 56 طيب لو كل الشيكات اللي صدرت من الوحدة الحكومية صرفها هيكون رصيد كام سفر خب بالك من المقوضة دي مهمة يبقى لو كل الشيكات صدرت وجالي إختار من البنك المركزي ويفيد صرف كل هذه الشيكات هلاقي إن مجموعة الجانب الدائم يساوي مجموعة الجانب المدين وبالتالي رصيد دفتر حساب الشيكات في التاريخ دوت هيساوي سفر تعالوا نشوف مع بعض نموذج لدفتر حساب الشيكات 56 ونتعرف على الكيفية اللي هنسجل بيها الشيكات الصدرة من الوحدة الحكومية أو المسقوبة على الوحدة الحكومية للغير وكذلك العمليات الخاصة أو الاختارات اللي بتورد للوحدة الحكومية أو اللي بترد للوحدة الحكومية من البنك المركزي بصرف هذه الشيكات تعالوا نشوف معنا نموذج لدفتر حساب الشيكات 56 وزي ما احنا شايفين عزيزي الطلاب انا عندي جانب مدين وجانب دائن الجانب المدين اللي هو منه والجانب الدائن اللي هو له تعالوا نبدأ من الجانب الدائن اللي هو له لان ده الجانب اللي هنسجل فيه الجانب له هنسجل فيه الشيكات الصدرة تعالوا جانب منه هنسجل فيه الاختارات اللي بترد من البنك المركزي توفيد صرف الشيكات الصدرة يبقى جانب له هسجل فيه الشكات المسحوبة على الوحدة الحكومية او الصادرة من الوحدة الحكومية تابه جانب منه هسجل فيه الاختراط التي تارد من البنك المركزي تفيد صرف هذه الشكات تعالوا روح لجانب له ومن على الشمال خالص هنلاقي عندي اول عمود ايه ملاحظات بعدها على طول تاريخ السحب بعدها على طول المصلحة المقصوم عليها بعدها على طول صاحب او اسم صاحب الحق ثم البنك المحول عليه الصرف ثم بعد كده عند الشيكات مسحوبة ومقسومة العمودين الشيكات المسحوبة لها قيمة ولها رقم طبعاً ہنا عارفين عز Vegas طلابه إن الشيكات بكلها رقم فأنا بسجل رقم الشيك وبعدين القيمة الخاصة بالشيك عندي بعد كده عمود لإجمال العمليات وده مقسوم إجمال عمليات يومية وإجمال عمليات شهري أنا بسجل يوماً بيوماً داخل دفطر حساب الشيكات لو الشهر خلص أجمع وود المجموع فين اود المجموعة الاجموعة في اجمالي الشهر يبقى انا على طول كل العاملات اللي حدث في نفس اليوم هسجلها في اجمالي اليومي خلصت طبعا هروه جايب ايه مود على طول المجموعة في نهاية الشهر في الجانب ايه في اجمالي العمليات الشهرية طب انا عايز اخبق لي بقى كده خلاص كده جانب له خلص اه كده خلاص جانب له خلص يبقى جانب له في ملاحظات تاريخ السحب المصطح المقصوم عليها صاحب الحق أو اسم صاحب الحق البنك المحاول عليه الصرف اللي هو طبعاً يكون البنك المركزي وشيكات مسحوبة اللي هي بتشمل رقم الشيك وقمته وإجمال العمليات الشهرية اللي هي يومية أو إجمال العمليات اللي هي شهرية ويومية كده جانب له انتهى نخش بقى الجانب منه وهنبدأ أيضاً من على الشمال بيبدأ أيضاً بايه بملاحظات اللي هنكتب فيها تاريخ الايه هنكتب فيها رقم العمليات لو ده أول عملية هنكتب واحد تاني عملية هنكتب اتنين واحد كزا ما هنشوف دلوقتي في تدريب ركز معايا وخب بالك بس خب بالك إيه هي الأعمدة اللي موجودة في الجانب منه وإيه الأعمدة اللي موجودة في الجانب له وخلي بالك من نقطة مهمة وإنت مش مطلوب منك تخفز رؤوس الأعمدة إنت بتجيلك الجزء الخاص بروس الأعمدة جاهز إنت كل ما هنالك هتنقلها من ورقة الأسئلة لكراسة الجابعة أهم حاجة تركز إزاي بتسجل بقى العمليات المتعلقة بالشيكات الصدرة داخل دفتر حساب الشيكات ستة وخمسين عنحة تعالوا نرجع بقى للجانب منه قلنا بيبدأ من على الشمال ملحظات تاريخ ورقم حفظة الشيك ثم بعد كده عندي شيكات منصرفة ما احنا قلنا جانب منه هنسجل فيه الشيكات المنصرفة من الشيكات الصدرة يعني أنا في جانب له سجلت الشيكات الصدرة في جانب منه مين بقى اللي تصرف من جانب له فبيجي ليختار من البنك المركزي وفيه تصرف شيكات فبسجله في جانب ايه منه لو كلهم اتصرفوا هيكون الرصيد في الاخر ايه سفر لو جزء اتصرف وجزء ما اتصرفش يبقى الجزء اللي ما اتصرفش هو هيمثل الرصيد الايه رصيد دفتر حساب الشيكات اللي هو ستة وخمسين عنحة في التاريخ اللي أنا بعمل ايه بعد فيه الرصيد او بحسب فيه رصيد دفتر حساب الشيكات ستة وخمسين عنحة بعد على طول ما عندي طبعا عندي شيكات منصرفة رقم الشيك والقيمة ثم عندي اجمال العمليات برضو يومية وشهرية انا بسجل عملات اليومية كل يوم نفس اليوم لو انا عندي يوم حصل فيه عشر عمليات هسجلها في القيمة في الشيكات منصرفة ثم بقى اجمع المبلغ ده اخطه في اليومية طب لو كل يوم حصل عملية بسجل عملية دي في الشيكات المنصرفة وارجع سجلها في اليومية وبعدين في نهاية الشهر أجمع بقى عمود اليومية وود المجموعة فين في الشهد عشان الموضوع يبقى بسيط وسهد تعالوا ناخد حالة تدريبية مع بعض نوضح من خلالها الكيفية اللي بنسجل بيها الشيكات الصدرة اللي هي الشيكات المسحوبة على الوحدة الحكومية الإدارية اللي حراراتها الوحدة الحكومية الإدارية للغير سداداً لدي المستحق عليها وكذلك إزاي هنسجل صرف هذه الشيكات من خلال الإختارات التي ترد من البنك المركزي تفيد صرف هذه الشيكات تعالوا نشوف معنا ومعنا تدريب رقم واحد بيقول لي العمليات الأتية تمت بإحدى الوحدات الإدارية الحكومية خلال شهر أغسطس 2013 ومديني أربع عمليات وبعدين بيقول لي المطلوب إثبات العمليات السابقة بضفتر حساب الشيكات 56 أحاق ده من أعزائي الطلاب أن أكون بالي إيه عين على المطلوب يعني أنا بقرأ رأس التمرين أو الحالة التدريبية اللي جابها لي وبعدين أروح على المطلوب وعايز مني إيه لأن أوضحنا في سابق أعزائي الطلاب نمكر البيانات يعني نستخدمها في أكتر من إيه أكتر من حاجة لكن أنا هنا على طول أشوف إيه العمليات أقرأ رأس التمرين ثم أروح على طول على المطلوب مني أعمل إيه أسجل عملات ديات أو أثبتها بضفتر حساب الشيكات 56 أحاق أول حاجة عندي أعمل إيه لازم على طول أروح جاي مشمم صفحة من صفحات دفتر الايه صفحة من صفحات دفتر حساب الشيكات 56 أحاق وبالي انه هو دفتر ايه دفتر أستاذ على طول هتجل مشمم الصفحة بالشكل انت شايفه على طول عندك جانب منه وجانب له انت هتجيلك الأعمدة دي جاهزة خبالك الخط ده اللي هو الخط الأصمر التقيل ده ده بيفصل بين الجانب منه وجانب له برضو انت لما تيجي تصمم الصفحة اعمل ادي شكل حرف T دفتر استاذ على شكل حرف T الجانب منه في الخنات اللي انت شايفها على اليمين وجانب له في الخنات او الاعمدة اللي انت شايفها على جانب اليسار تعمل ايه بقى تروح على طول مسطر الدفتر عندك بنفس الشكل ده وبعدين ترجع للتدريب تقرأ عملية عملية وتسجل عايزين عملية داخل دفتر حساب الشيكات ال56 تعالوا نشوف اول عملية تظهر عندي خاصة بحساب او بضفتر حساب الشيكات ال56 اول عملية بيقول لي في 10-08-2013 اللي حصل تم سحب شيك رقم 66 على البنك المركزي خب بالك انا عايز تاريخ ده اول عملية يبقى ده العملية رقم واحد تاريخ العملية كان 10-08-2013 رقم الشيك كان 666 مسحوبة على البنك المركزي من صاحب الحق الموظف في شام محمد قيمة الشيك 1600 جنيه كل البيانات دي هروح بقى على الجانب الدائن اللي هو جانب له في دفتر حساب الشيكات وابتدي بقى اسجله بالترتيب خب بالك نقول تاني 10-08 دي التاريخ ودي اول عملية رقم الشيك 666 الشيك مسحوبة على البنك المركزي للموظف مين؟ قلنا الموظف في شام محمد المبلغ كام 1600 تعالوا بقى روح على دفتر حساب الشيكات 6 و 50 انحاء اللي انت صممت الصفحة الخاصة به وابدأ منين؟ طبعا دي عملية ايه؟ اصدار شيك يبقى هتسجلها في جانب له مش في جانب منه لو صار في شيك يبقى هنروح لجانب منه والشيكات اللي هتتصرف هي الشيكات اللي صادرت يعني اللي هتتصرف هيكون منين؟ من اللي صادر تعالوا بقى عشان ما نتلقبطش واحدة واحدة اول حاجة عندي هابدأ كده على طول اعمل ايه؟ هروح على العمود الخاص بالملحظات ودي اول عملية هروح مسجل ايه؟ واحد بعد كده هروح مسجل تاريخي ايه؟ السحب احنا قلنا كام؟ مرافو 10-8-2013 فسجلت على طول 10-8 بعد كده قال لي المصلحة المقصومة عليها هسيب العمود دفاتي خلاص دي ندي المصلحة الخاص بينا هنكتب بقى اسم صاحب الحق اللي هو مين؟ هو محدديش اسم المصلحة المقصوم عليها خلاص هخش على صاحب الحق اللي هو اسمه ايه؟ مرافو عليك شام محمد بعد كده على طول البنك المحاول عليه الصرف هو جايب للبنك المركزي بكتب البنك المركزي طيب رقم الشيك كان كام؟ قلنا 666 طيب القيمة كان 1600 جنيه فهسجل 1600 جنيه لغاية كده انا سجلت بيانات الشيك الصادر للموظف شام محمد خب بلك ان 10-8 ديت بعدها تاريخ ايه؟ تاريخ تاني غير 10-8 فطالما احنا هندخل في تاريخ جديد يبقى لازم نضع المبلغ الخاص بالايه؟ بقيمة الشيك دي في اليومي يعني معنى كده ان لو في اكتر من شيك تمه في نفس اليوم يعني مثلا شيك لشام محمد وشيك لمحمود مثلا وشيك لسعيد وكلهم يوم 10-8 هسجل العملات دي لغاية العمود ايه؟ شيكات مسخوبة بس وبعدين لو هندخل في يوم جديد هجمع وحط المجموع فين؟ في اليومي لكن دي طبعا خب بالك ان هو مفيش حمليات حصلت غير فين؟ غير في 10-8 تعال نتأكل نرجع للتمرين تاني عندي عملية 10-8 وبعدين عندي عملية 15-8 منه؟ يعني 15-8 يبقى كده اليوم ده اليوم 10-8 في شيك واحد طالما شيك واحد يبقى هجمع بقى هجمعنا عندي قيمة شيك 1600 هضعها ايضا في اليومية 1600 بس خلي بالك ان كل العملات دي تمت فين؟ في شهر 8 يبقى انا مش هجمع فين؟ مش هحط الاجمال فين؟ في الشهر الا لما خلص وانتي من جميع العمليات اللي تمت في شهر 8 اقوم جمع كل العمليات دي هو بقى في حساب ايه؟ في اجمال العمليات الشهرية اللي هو مجموعة الشهر بقى عشان بعد كده ابدأ في شهر جديد انا كده ببساطة شديدة سجلت الشيك الصادر للموظف شام محمد داخل مراهو عليك داخل دفتر حساب الشيكات 56 عنحة بطريقة بسيطة خالص كتبت رقم العملية اللي هي واحد وتاريخها اللي هو تاريخ السحب بتاع الخاص بالشيكة 10-8 كتبت اسمه الموظف اللي هو شام محمد زي ما انت شاف كده انت بتسجل بيانات في العمليات بسيطة خالص وانت عارف ان الشيكات الصادرة كلها في له في الجانب الداء الشيكات بقى اللي هتصرف من الشيكات الصادرة هتتسجل في الجانب منه تعال نشوف العملية التانية ونفهم اكتر ازاي بنسجل الشيكات الصادرة داخل دفتر حساب الشيكات 56 عنحة العملية رقم اثنين بيقول لي في 15 منه تم سحب شيك رقم 888 على البنك المركزي للموظف خالد حامد بمبلغ 400 جنيه يبقى انا اقول ايه دي العملية رقم اثنين ده الشيك رقمه 888 المسحوب على البنك المركزي للموظف خالد حامد المبلغ 400 جنيه اروح على طول بقى على دفتر حساب الشيكات 56 عنحة ودي شيك صادر ايضا واروح في الجانب الدائن والعملية رقم مرافع عليك في الملاحظات اكتب اثنين اكتب تاريخ السحب اللي هو 15 تمانية اكتب اسم صاحب الحق اللي هو مين؟ خالد محمد وبعدين فين البنك المحاول عليه الصرف اللي هو هيكون البنك المركزي رقم الشيك المسحوب اللي هو طبعا 888 المبلغ الخاص بي كان 400 جنيه هدعو طبعا فين؟ في القيمة في الشيكات المسحوبة وبعدين اروح بقى على اجمال العمليات واجي في العمود الخاص باليومية واكتب ايضا ايه 400 جنيه ليه؟ لاني ما عنديش عملية تانية تمت يوم 15 تمانية يعني معنى كده لو في عملية تانية تمت يوم 15 تمانية مش احط المجموعة الاجمالي ده فين؟ مالي العمليات فين؟ في اليومية الخاصة بالعملية 15 تمانية اخلص العمليات الخاصة اللي حدثت في نفس التاريخ وبعدين اجمع وحط الاجمال فين في اليوم ده عملية واحدة فقط اللي حدثت يوم 15-8 يبقى على طول حط مجموعة في الشيكات المسخوبة أو مبلغ الشيك دوت في الشيكات المسخوبة وحط مبلغ الشيك في إجمال العمليات في اليومين تعالوا نشوف العملية رقم 3 والعملية رقم 3 بقول لي في 22 منه تم سحب شيك رقم 999 على البنك المركزي للموظف أشرف سعد بمبلغ 500 جنيه ده العملية رقم 3 تاريخها 22 ده عملية شيك مسخوب أيضا يعني هتتسجل في جانب له لأن ده شيك صادر رقم الشيك 999 البنك المسخوب عليه البنك المركزي والموظف صاحب الحق اللي هو أشرف سعد والمبلغ كاما عزيزي طلاب 500 جنيه اروح بقى بالترتيب وفي الجانب الدائم اللي هو جانب له في دفتر حساب الشيكات 56 عنحة وكتب في الملاحظات 2 وبعدين على طول أسجل تاريخ السحب اللي هو طبعا 22 8 وبعدين أكتب اسمي بقى الموظف دوت أو صاحب الحق اللي اسمه إيه أشرف سعد وبعدين البنك المحاول عليه الصرف هو البنك المركزي رقم الشيك تهوت المسخوب على الوحدة 999 المبلغ الخاص به 500 جنيه هضع فيه شيكات مسخوبة في القيمة وبعدين طبعا ما عنديش غير عملية واحدة بس هي اللي حدثت يوم 22 8 فهضع المبلغ فيه في إجمال العمليات في اليومية 500 جنيه دي أعزاء طراب الطريقة اللي بسجل بيها العمليات الخاصة به الشيكات الصدر أو المسخوبة على الوحدة الحكومية داخل دفتر حساب الشيكات 56 عنحة طريقة بسيطة كده وسهلة خالص ببدأ من على الشمال ملاحظات ثم تاريخ السحب وبعدين اسم صاحب الحق البنك المسخوب عليه أو المحول عليه الصرف وبعدين بكتب الشيكات المسخوبة بكتب الرقم بتاع الشيك والبيانات وإجمال العمليات طبعا بكتب الإجمال اليومية اللي حصلت يعني لو فيه أكتر من يوم عندي حصل فيه أكتر من عملية بجمع المبلغ وقطها فيه إجمال يوميات في اليومية زي ما هعمل في الشهري في نهاية شهر أغسطس هجمع كل المبلغ اللي حصلت في اليوميات وهضع مبلغها داخل إيه؟ داخل الشهر دول تلات عمليات عبارة عن عمليات شيكات مسخوبة على الوحدة طب لو أنا عندي شيك بقى إيه؟ لو أنا عندي شيك من التلاتة دول اتصرف يورد اختار من البنك المركزي يوفيد صرف هذا الشيك إيه اللي هيحصل؟ هسجل عمليات دي داخل دفتر حسب الشيكات في الجانب الإيه؟ جانب المدين اللي هو جانب منه يبقى الشيكات الصدرة بتسجل فين؟ في جانب له اللي يصرف منها تسجل في جانب منه في جانب منه يبقى الصادر في له أو المسخوب على الوحدة في له واللي يصرف من الصادر من الشيكات الصدرة أسجله في جانب إيه؟ منه والفرق بين الاتنين هيمسر رصيد دفتر حساب الشيكات في التاريخ اللي أنا بحسب فيه الرصيد تعالوا نشوف العملية رقم أربعة هل هي لشيك صادر؟ ولا لشيك صرف من الشيكات التي صدرت وهما طبعا تلات شيكات تعالوا كده نرجع مع بعض ونشوف العملية رقم أربعة وبيقول لي فيه تمانية وعشرين منه ورد اختار من البنك المركزي يوفيه تصرف الشيك رقم ستمية ستة وستين بموجب حفظ صرف رقم كام سبعمية سبعة وسبعين يبقى خب بالك هو بيقول لي إن شيك تصرف فلازم يقول لي من اللي إيه؟ من الشيكات الصدرة فهو قال لي إن الشيك اللي تصرف هو الشيك كام ستمية ستة وستين يبقى لازم واحد من دول ارجع كده هتلاقي إن أول عملية حدثت عندك في عشر ثمانية هي اللي كان فيها الشيك رقم كام ستمية ستة وستين تبعين رجعت اللي عملية دي لإن هو مش جايب لي هنا مبلغ الشيك تصرف أنا هعرفه منين لما أرجع لبيانات العملية أو لبيانات الشيك ده اللي هو ستمية ستة وستين يا خبالنا إن كل شيك بيبقى له رقم مميز عن الشيك التاني ما فيه الشيكين بيحملوا نفس الرقم وبالتالي طالما قال لشيك ستمية ستة وستين بقى واحد من الموجودين عندي دول الصدرين رجعت لقيت الشيك كام ستمية ستة وستين موجودة هوت وعندي طبعا مبلغه الف وستمية جنيه كام مسهوم عالمين على شام محمد طيب أنا قبل كده سجلت الثلاثة عمليات هنا فين في دفتر حساب الشيكات ستة وخمسين حبالك إن الشيك ده هوت اللي هو ستمية ستة وستين تسجل في جانب إيه له طيب لما يجي يجيلي بقى يختار من البنك اللي هو الشيك ده بألف ستمية يقول لي تصرف هسجله فين برافو عليك هسجله في جانب منه يبقى هاجف جانب منه على طول كده ورق كاتب إيه رقم واحد يعني دي أول عملية صرف للايه للشيكات طب هو الشيك اللي جالي رقم كام برافو عليك الشيك اللي هتصرف ستمية ستة وستين لمبلغه ألف وستمية طب ده تصرف بحفظة صرف في ثمانية وعشرين يبقى هانا هكتب في العمود اللي بعضه على طول تاريخ ورقم حفظة إيه الشيك يبقى هكتب على طول كده هقسم الخانة دي نصفين بالزبط كده زي ما انت شايف الخط اللحمر ده فوق هكتب تاريخ العملية ثمانية وعشرين تمانية تحتها هكتب رقم إيه الحفظة أصلا العمود اسمه إيه تاريخ ورقم حفظة الشيك يبقى هقسم الخانة الخاصة بيه نصفين النصف العلوي هكتب فيه تاريخ العملية النصف الأسفل منه من نفس الخانة هكتب فيه رقم الحفظة طيب هكتب بقى رقم الشيك المنصرف في عمود الشيكات المنصرفة رقمه كام اوه قال لك الشيك ستة مائة ستة وستين يبقى هكتب هنا على خلال ستة مائة ستة وستان مبلغه اهو قدامك مبلغه ألف وستمائة او كنت قدر ارجع في العملية في الحالة التدريبية اللي عندنا وهارجع لعملية طبعا ادور على الشيك ستة وستين هلاقي ايضا بكام بألف وستمائة هضع المبلغ هنا بقى فين في القيمة الف وستمائة وهضعه ايضا في اليومية لان مفيش عملية صرف تمت يوم ثمانية وعشر ثمانية غير الشيك ده وزي لو انت خدت بالك هتلاقي عندي برضو ايه هتلاقي عندي ان دي اخر عملية حدثت هو جايب له اربع عمليات تعالي نرجع للتدريب العملية الاولى كانت شيك صادر العملية التانية شيك صادر العملية التالتة شيك صادر وبعدين العملية الرابعة بيقول لي ورد اختاري وفيد ايه صرف اول شيك اللي هو ستو مستو ستين كده العمليات ايه العمليات خلصة يبقى انا كده سجلت الشيكات الصادرة داخل دفتر حساب الشيكات ستة وخمسين عنحة في جانب له واللي انصرف منها سجلته فيه الدفتر في جانب منه يبقى انا كده عاز اوصل للرصيد طيب قبل ما اوصل للرصيد بقى اعمل ايه لازم اجمع اليومية في اجمال العمليات واضع المبلغ فين في اجمال العمليات في الشهرية وكذلك ايضا احنا في اخر الشهر يبقى اجمع برضو اليوميات في جانب منه واضع المجموع فين في الشهر طب تعال كده نروع على الجانب الدائم وتعال نجمع اليوميات انا عايز اوصل للرصيد ركز معي هجمع بقى اليوميات 1600 زائد 400 زائد 500 يدوني كم دول برافو عليك هيطلع على طول 2500 جنيه يبقى مجموع الشيكات الصدرة 2500 بنفس الطريقة هروح اجمع اليومية عشان اضعه فين في الشهر خلي بالا كان الخانة اللي هركز عليها اللي هي خانة المجموع اللي هجيب منها الرصيد هي خانة الشهر مش خانة اليومية انا بجمع اليومية واضعها فين في الشهر طب تعال كده انا ما عنديش غير يوم واحد ما عنديش غير 1600 في جانب منه اللي هو التشيك اللي اتصرف الشيك 366 هيديني المجموع على طول 1600 كده الجانب الدائن كام 2500 والجانب المدين كام 1600 طيب احنا في ضفط الأستاذ بنعمل ايه حد يقولي ده احنا بنحط المجموع الكبير في الجانبين ونجيب الفرق تمام ده لو انت مش عارف طبيعة الحساب حساب الشيكات 56 عنحة حساب دائم بطبيعته وبالتالي لازم مجموع الجانب الدائن يكون اكبر من مجموع الجانب المدين او مساوي له ما ينفعش العكس يعني ما ينفعش منه يبا اكبر من اين من له يا اما قد بعض يا اما الدائن اكبر من المدين عشان كده هضع بقى مجموع الجانب الدائن اللي هو 2500 في الجانب ايه هروح على طول خاطر في عمود الشهر 2500 2500 2500 في العمود الشهر في جانب منه وابتدى جيب الرصيد خب بالك كده مهور جانب منه اقل من جانب له بكام بالفرق مجموعة الشهر في منه كان 1600 ومجموعة جانب الايه الدائن اللي هو لقset 2500 يبقى كده على طول الرصيد هيكون الفرق بين 2500 وال 1600 ناقص 1600 يكون الفرق على طول هو الرصيد اللي هيطلع معك كام? 900 جنيه جم منين بقى 900 جنيه دول ده الرصيد اللي هو عبار عن الفرق بين مجموعة الجانب الدائن في خانة اجمالي الشهرية ومجموعة الجانب المدين في اجمالي الشهرية اللي هو 1600 ناقص 2500 و 500 يديني 900 جنيه لكن انا في الشكل المعروف عندنا ان احنا بنحط المجموعة اللي بيدلل على طبيعة الحساب في الجانبين فانا عندي دفتر حساب الشيكات حساب طبيعته دائم هحط المجموعة في الجانبين 1500 1500 هطرح منه مجموعة الجانب المدين اللي هو 1600 هيكون الناتج عندي على طول الرصيد اللي هو 900 جنيه وببساطة جديد اعزائي الطلاب دي الطريقة اللي انا بعمل بها ايه بسجل بيها الشيكات الصدرة داخل دفتر حساب الشيكات 56 انحاء وبوصل منها الى طبعا رصيد الحساب طبعا اللي هو رصيد حساب الشيكات 56 انحاء وخدت بالي ايه ان الشيكات الصدرة بتسجل في الجانب الايه الدائم طيب واللي يصرف من هذه الشيكات بيسجل في الجانب المدين خدت بالي كمان ان الشيكات الصدرة ان الشيكات التي لم تصرف بعد هي بتمثل الرصيد يعني ايه مش فاهم ما هو دلوقتي انا عندي ثلاث شيكات اتصرف منهم ايه شيك يبقى الارصيدة اللي فضلة دي بتاعت ايه يعني ال 1900 جنيه دول اللي فضلين بتوع ايه انا صرفت الشيك ب 1600 من اجمال الشيكات ب 2500 اتفضل عندي 900 جنيه اللي هو الرصيد طب الرصيد دي عبارة عن ايه عبارة عن مبالغ الشيكات التي لم يرد اشعار من البنك المركزي يفيد صرفها فكان عندي لو رجعت للتدريب كان عندي الشيك التاني اللي هو الشيك 888 كان مبلغه 400 جنيه والشيك رقم 3 اللي هو رقمه 999 500 جنيه 500 زياد 400 جنيه ولو خدت بالك هتلاقي ان الرصيد طلع كام رصيد دفتر حساب الشيكات طلع 900 جنيه وعبارة عن الشيكات الصادرة من الوحدة الحكومية الادارية او الشيكات المسخوبة على الوحدة الحكومية الادارية للغير ولم يتقدم الغير لصرفها او لم يرد للوحدة الحكومية الادارية اي معلومة او اشعار من البنك المركزي يفيد صرف هذه الشيكات علشان تتأكد لنا الطريقة اللي بنسجل بيها الاحداث المتعلقة بدفتر حساب الشيكات داخل هذا الدفتر ونفهم اكتر تعالوا نشوف تدريب كمان او حالة تدريبية او تمرين نوضح من خلاله الطريقة اللي بنسجل بيها الاحداث داخل دفتر حساب الشيكات 56 عين حا تعالوا نشوف مع بعض وعندي تمرين اهوت زي ما احنا شايفين تدريب رقم اثنين بيقول لي العمليات الادارية تمت باحدة الوحدات الحكومية الادارية الحكومية خلال شهر مايو 2021 وجايب لي اربع عمليات خاصة بشيكات طبعا صدرة وبعدين بيقول لي المطلوب اثبات العمليات السابقة فيهم بدفتر حساب الشيكات 56 عين حا انا اول حاجة اعمالها على طول هصمم صفحة من صفحات دفتر حساب الشيكات 56 عين حا جانب مدين اللي هو جانب منه وجانب له وبنفس الخنات هيجيلك طبعا الخنات اللي انت شايفها رقوس الاعمدة موجودة في ورقة الاسئلة عندك هتنقلها تسطر الصفحة وخب بالك لو ما قدرتش تسطر الصفحة طبعا في صفحة واحدة تقدر تسطرها في صفحتين او تسطرها بعرض الكراسة بعد ما تصمم الصفحة ترجع بقى كده خطوة خطوة وتقرأ عملية 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 وبطريقة بسيطة جدا تقدر تسجل عاملات داخل دفتر حساب الشيكات 56 عين حا عندنا اول عملية بيقول في 12-5-20-21 اللي حصل تم سحب شيك رقم 434 على البنك المركزي للموظف سالم محمد بمبلغ 4000 جنيه ده عملية ايه ده شيك مسحوب على الوحدة الحكومة الادارية يعني شيك صادر طيب يبقى سجله فين في دفتر حساب الشيكات 56 عين حا طيب يطره في الجانب المدين ولا في الجانب الدائن يعني في جانب له ولا في جانب منه لا ده شيك صادر يبقى وسجع على طول في جانب له هروح على طول بقى انا عرفت البيانات عندي 12-5 دي التاريخ رقم الشيك 434 مسحوب على البنك المركزي الموظف اللي هو صاحب الحق اللي هو مين سالم محمد ومبلغ الشيك 4000 جنيه تعالوا روح على دفتر حساب الشيكات بعد ما صممناه وسترناه داخل كراسة الاجابة الخاصة بيه وابدأ منين في الجانب الدائن في ملاحظات واكتب واحد دي رقم اول عملية تاريخ السحب ايه 12-5 اسم صاحب الحق اللي هو مين سالم محمد وبعدين البنك المحول عليه الصرف دايما بيكون البنك المركزي وبعدين شيكات مسحوبة هكتب بقى رقم الشيك اللي هو 434 وقيمة الشيك وورا بعد كده على طول فهكتب الرقم الخاص بالشيك 434 وقيمة الشيك اللي هي 4000 طبعا هلاقي برضو عندي مفيش غير عملية واحدة ايه اللي حدست فيه 12-5 فاجمع بقى اخد القيمة دي اخطها في اليومية في اجمالي العمليات اللي هم 4000 جنيه كده دي اول عملية نسجلتها واللي هي الخاصة طبعا بالشيك 434 الخاص او لصاحب الحق اللي هو الموظف سالم محمد تعالوا نشوف العملية التالية وبيقول لي فيه 14 منه تم سحب شيك بمبلغ 986 على البنك المركزي للموظف سعد السيد بمبلغ 400 جنيه دي رقم العملية رقم اتنين الشيك ده رقم 986 نسحب على البنك المركزي الموظف سعد السيد المبلغ الخاص بالشيك 440 جنيه اروح بقى على طول ده شيك صادر يبقى اروح على طول في الجانب الايه في الجانب الدائن في الملاحظات اقول دي العملية رقم اتنين في تاريخ السعب هسجل التاريخ الخاص بالعملية اللي هو 14 خمسة اكتب فيه اسم صاحب الحق اكتب الموظف اللي هو سعد السيد البنك المحاول عليه الصرف اللي هو البنك المركزي وبعدين على طول عندي رقم الشيك اللي هو طبعا 986 والمبلغ الخاص بالشيك اللي هو 400 جنيه وطبعا مفيش غير عملية واحدة فقط هي اللي تمتهم 14 خمسة فهضع مبلغ الشيك او قيمة الشيك في اجمالي اليومية هنا على طول فيه اجمالي العمليات في اليومية هضع 400 جنيه كده انتهيت من تسجيل العملية التانية وفي ضفط الحساب الشيكات 56 عين حا تعالوا نشوف العملية التالية وفي العملية التالية بيقول لي في 20 منه تم سحب شيك رقم 988 خبالك دي برضو شيك صادر الشيكات الصادرة هي شيكات مسخوبة على الوحدة الحكومية الادري انا خبالي بقى ان دي العملية رقم 3 وان تاريخ العملية 20 منه يعني 20 من نفس الشهر من نفس الايه من نفس السنة وانا عندي كده شهر خمسة يبقى عشرين خمسة عشرين واحد وعشرين رقم الشيك 988 مسخوب طبعا على البنك المركزي للموظف شريف طاهر بمبلغ ستو بيجي دي انا خب بالك انا عمالة طلق البيانات من العملية طلعت رقم العملية الي هي 3 ترتبها 3 واحد اثنين تلاتة عد كده تلقى العملية 1 اثنين العملية الي احنا فيها رقم 3 ده شيك ايه ده شيك صادر طيب رقم الشيك كام 988 البنك المسخوب عليه البنك المركزي الموظف صاحب الحق اسمه شريف ايه طار المبلغ كام 600 جنيه يبقى انا عندي البيانات حلالتها وطلعتها وده هتسجل فين عملية دي ده شيك صادر يبقى يسجل في حساب او في ضفطة حساب الشيكات ستة وخمسين عنحة في الجانب الدائن او جانب له يبقى على طول لازم اروع على الجانب الدائن جانب له وامشي بقى بالترتيب كده ده العملية رقم كام رافو عليك ده رقم تلاتة تاريخ العملية اللي هو عشرين خمسة ورقم اكتب بقى اسمه صاحب الحق اللي هو مين شريف طاير وبعدين اكتب البنك المحاول عليه الصرف اللي هو البنك المركزي وفي الشيكات المسحوبة اخد الرقم اللي هو رقم الشيك اللي هو 988 ومبلغ الشيك اللي هو كام 600 جنيه وطبعا هضع المبلغ فيه القيمة في الشيكات المسحوبة ووضعها ايضا فين في اليومية طب ليه عزاء الطلاب لان انا ما عنديش عمليات تمة التاني يوم عشرين خامسة يبقى هضع المبلغ مرة فين في الشيكات المسحوبة وكأني بجمع بقى اللي يما مش عندي في حد او مفيش عندي اي شيكات حصلت غير يوم عشر خمسة خبالك ان كل شيك تم في تاريخ وبالتالي لازم اليومية هتكون على طول معاي لكن لو كل الشيكات دي تمت مثلا يوم عشر خمسة ما كنتش هضع بقى المبلغ دي كده في اليومية كنت هاجمع وبعدين حط رقم واحد خالص بعد اللي يوم ما يخلص في نهاية اليوم حط الإجمال بتاع اللي يوم دي كلها لكن انا عندي هينا اللي حصل وهو كل يوم فى عملية واحدة بس يبقى هاخط على طول المبلغ فى القيمة ووضع وآل فى اجمال العمليات فى اليومية بحط الستمائة هنا مرة فى القيمة ومر فى اجمال الاعمliات فى اليومية لان ما فيش عملات تمة فى عشرين خمسة يبقى انا خبالي اشترى اقزاء الطلاب من البداية انا اشوف كم عملية حدست قدامي فى نفس التاريخ وخلي بقى وفدال امتحان مش هيجبلك ايه مش هيجبلك اكثر من عملية حدست فى نفس التاريخ في نفس التاريخ. يبقى أنا في العمود الخاصей sean إقمال العمليات، سواء اليومية أو الشيء، اليومي بجمع اللي حدث في نفس اليوم وحط المجموعة. لو كل عملية حصلت في يوم واحد لو كل عملية حصلت في يوم واحد بناة مادة بقضى المجموعة مرة في اه القيمة. المبلغ في القيمة واضع اروح على طول وضعه فين في اجمال العاملات في اليومية. لكن الشيء احنا لسه ما زلنا في شهر كان يبقى هاجمع في الاخر وخطه في الشارع. تعال نشوف بقى مع بعض اخر عملية. واللي هو بيقول لي فيها ايه? في تلاتين منه ورد اختاره من البنك المركزي وفيت صرف الشيك رقم ربعمية اربعة وتلاتين بموجب. حافظة رقم تسعمية تسعة وتسعين. يبقى هرجع لطول فيني شيك ربعمية وتلاتين. ربعمية وتلاتين اكيد شيك من التلاتة ده. اهو اول شيك اللي كان في اتناشر خمسة. ربعمية وتلاتين. اللي هو كان خاص بالموظف مين? سالم محمد. مبلغه كام? اربعة تلاف جنيه. يبقى انا لما اصرف الشيك ده اصرف اربعة تلاف جنيه. اخوا بالي انه هو ما بيجي ليش. ما بيجي بليش في الصرف. مبلغ الشيك. عايزنا انا ارجع اشوف فين الشيك اللي هو رقمه كزا من ضمن الشيكات اللي ايه? الصدر عشان اصرفه. يبقى هروه على طول على جانب. هروه على جانب ايه? منه. وابدأ من على الشمال. ده اول عملية ايه? صرف. يبقى الواحد. وفين? في العمود الخاص بتاريخ ورقم حافظة الشيك. هضع بقى تلاتين خمسة اللي هو تاريخ الصرف. وعلى رقم الايه? الحافظة اللي هي تسعمية تسعة وتسعين. الشيك ربعمية وتلاتين مبلغه كام? اربعة تلاف جنيه يبقى. على طول. هكتب رقم الشيك اللي هو اصرف ربعمية وتلاتين. والقيمة بتاعته اللي هو اربعة تلاف جنيه. وما فيش عملية حدست في اليوم دوت غير العملية الواحدة فقط. اللي هي خاصة بالشيك. الخاص بالموزف سالم محمد. اللي هو مبلغه طبعا اربعة تلاف جنيه. يبقى على طول احط المبلغ في اجمال العملات في اليومية اربعة تلاف جنيه. عايز اجيب الرسيد بقى. هروح على الجانب الدائم. واجمع اجمالي اليومية. انا كده في اخر الشهر. خلاص. ما فيش عمليات تالي. طالما انا هجمع او احط المبلغ في الشهر يبقى الشهر كده بالنسبة لي انتهى. هجمع بقى اربعة تلاف زائد ستة مية زائد ربعمية. يديني كام? مرافو عليه. يديني خمس تلاف. يبقى على طول. هضع على طول الايه? الخمس تلاف. اه الخاصين بيه. اهوت. هجمع. وحط المجموه فين? في اجمال الشهرية خمس تلاف. نفس الطريقة هجمع برضو اليومية في جانب منه. وهضع المجموه فين? في اجمال الشهرية. اللي هو طبعا عندي اربعة تلاف. بس. فحطت المجموع في جانب منه اربعة. وهنا عنده في الجانب الايه؟ الدائن مجموه اليومية كام? خمس تلاف. وحطنا خمس تلاف أعطي مجموه خمس. طبعا عن طول احنا اتعودنا ايه? هحط المجموه الجانب الدائن في الجانبين. والرصيدة هيكون في الجانب المدين. طب لو الجانبين طلقوا خمس تلاف خمس تلاف يبقى كده الرصيد على طول ايه؟ سفر. طب تعال كده نشوف بقى مع بعض. ركس معي كده واحدة ما هي؟ المدينة. طيب انا عندي هنا اجمال الشهرية في الجانب المدينة 4000 جنيه. ليه بقى؟ لان انا مش كل الشيكات عندي اتصرفت. انا شيك واحد بس اللي اتصرفه الا 44-34. يبقى الرصيده عبارة عن ايه؟ هجم الا اجمالي الشيكات الصدر خمسة. نقص اللي اتصرف منها الشيك اللي هو كان ب 4000 جنيه. يبقى يفضل عندي هنا كيان برفع عليك. 1000 جنيه هو الرصيد. الرصيد ده عبارة عن ايه عزيزة الطلاب هو عبارة عن الشيكات. المسخوبة على الوحدة للحكومية الادارية او الصادرة من الوحدة الحكومية القدرية ولم تصرف بعد يعني حتى تاريخ او ترصيد دفتر حساب الشيكات 56 ايه يعني حق اللي هو طبعا بنرصده في نهاية شهر خمسة مازال هناك شيكين بألف جنيه لم يصرف اللي هو شيك بربعمية اللي هو شيك 986 اللي مبلغه 400 جنيه والشيك 988 اللي مبلغه 600 جنيه ولحسن 400 زائد 600 يديك ألف جنيه دي عزاء الطلاب الطريقة اللي بنسجل بيها الشيكات الصادرة داخل دفتر حساب الشيكات 56 ايه والمنصرف من هذه الشيكات او الاشعارات الوردة من البنك المركزي تفيد صرف هذه الشيكات عملية بسيطة وسهلة وده طبعا سؤال دايما بيتقرر في الامتحان تمنى انتم تكونوا استفدتم من حلقة اليوم وعرفتم ازاي بنسجل الاحداث داخل دفتر حساب الشيكات 56 ايه وانتظرونا ان شاء الله في حلقة قادمة هنكمل فيها حديثني عن النظام المحاسبي الحكومي وهنتعرف على دفتر جديد من دفاتر او من المجموعة الدفترية في النظام المحاسبي الحكومي ونتضرب على الكيفية اللي بنسجل بيها الاحداث داخل هذا الدفتر وإلى ان نلقاكم على خير ان شاء الله نترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة